موسيقى أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن ذكرت وزارة الداخلية البحرينية أن خمسة من رجال الشرطة أصيبوا بجروح بسيطة جراء تفجير إرهابي في العاصمة المنامة وأضافت الوزارة على موقع تويتر أن التفجير استهدف القوات الأمنية أثناء تأمينها إحدى المراسم الدينية على شارع البديع في حين باشرت الجهات المختصة إجراءاتها للكشف عن تفاصيل أخرى أعلنت وكالة أعماق التابعة لتنظيم داعش مسؤولية التنظيم عن إطلاق النار في لاس فيغاس الذي قتل فيه ما لا يقل عن 58 شخصا وجرح العشرات وقالت أعماق إن منفذ هجوم لاس فيغاس هو جندي للتنظيم ونفذ العملية استجابة لنداءات استهداف دول التحالف من جهة ثانية شكك مسؤولون أمريكيون في ارتباط المنفذ بجماعات متطرفة وأعلن مسؤول شرطة لاس فيغاس أن ستيفن بادوك منفذ عملية إطلاق النار خلال حفل موسيقي في المدينة انتحر قبل وصول قوات الأمن إلى غرفة الفندق التي كان ينزل فيها ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإطلاق النار بشكل عشوائي في لاس فيغاس ووصف ما حصل بالشر المطلق وأوضح ترامب أنه سيتوجه إلى لاس فيغاس الأربعاء للوقوف على ما حصل هناك في حين لم يتطرق إلى ذكر تبني داعش لإطلاق النار الذي أدى إلى مقتل 58 شخصا على الأقل وإصابة المئات دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين دعا مدريد إلى التحقيق في كل أعمال العنف التي وقعت خلال الاستفتاء حول استقلال كتالونيا معبرا عن قلقه الشديد إزاء الوضع وكان رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي أعلن أن القوات الأمنية في البلاد أدت واجبها وطبقت حكم القانون قالت قوات سوريا الديمقراطية في بيان إن الريف الشرقي لمدينة الرقة بالإضافة إلى حي المتشلب تعرض لهجوم من قبل تنظيم داعش الإرهابي استمر لثلاثة أيام حيث نشبت على إثره اشتباكات عنيفة واستطاعت قوات سوريا الديمقراطية القضاء على أفراد داعش وصد الهجوم وأسر العديد منهم حيث تسللوا من المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام السوري قتل عشرة مسلحين على الأقل من ميليشيات حزب الله اللبناني التي تقاتل إلى جانب النظام السوري جراء ضربة نفذتها طائرة من دون طيار مجهولة الهوية على موقع تابع لهم وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الطائرة مجهولة الهوية استهدفت موقعا لحزب الله قرب منطقة السخنة في بادية حمص الشرقية شنت القوات العراقية هجوما واسعا لاستعادة بلدة الرشاد جنوب شرقي الحواجة المعقل الأخير لتنظيم داعش وأعلنت قوات الحجد الشعبي السيطرة على خمسة قرى جنوب الرشاد منذ انطلاق العملية نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على اليوتيوب ليصلكم كل جديد قموا بالضغط على زر الاشتراك أو سبسكرايب إن أعجبكم ذلك شاركونا بتعليقاتكم ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك ترجمة نانسي قنقر